أريد ولدي أريد ولدي أريد ولدي من الحكومة أريد ولدي من الحكومة الحكومة ورحت أيام مرت على تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي من أنه لم يعد هناك مغيبون في العراق بل هم مغدرون جرت تصفيتهم ولم تخرج الحكومة أو أي من مؤسساتها بأي تصريحات توضح حقيقة ما جرى ويجري لتطفئ النار التي أحرقت قلوب ذوي المغيبين على أبنائهم يتحمل المسؤولية الحلبوسي يتحمل المسؤولية كافة على إيها سالفة السالفة وين أخذهم وين ما راهم يندلهم هو وين هما باعاهم عجل وين راهم هما باعتهم حكومتنا حكومتنا الما بيها خير باع الظلمنا ليش ما يقابلنا ليش يتهزم الروح يعوفنا ويروح يتحمل المسؤولية الحلبوسي على هاي السالفة السالفة هجم فيوتنا الله هجم فيوتها لا تصدق عائلات المغيبين تصريحات الساسة وهي التي خبرت مرارا وتكرارا وعودهم الكاذبة واستخدام ملف أبنائهم ورقة للمساومة السياسية ولتحصيل مكاسب رخيصة على حساب أرواح الأبرياء منشألتهم السيارات المنشآت وراحت لا يدرون نفسهم ما يدرون في زلمنا وزلمنا جتنا رسالة منهم مرة ثلاثة شهر جاءنا ولد قال الزلم كلها موجودة في جرفة الصخر فأحنا زلمنا موجودة ناس تقول بالناصرية وناس تقول في جرفة الصخر ليقول مقدورين يا شو ما ندري محمد الحلبوس أنهم مقدورين مقدورين يجيب لنا الجثاثهم يجيب لنا الجثاث إذا هم مقدورين إذا هو يدري بهم مقدورين يطالب هم مو بالبرلمان يروح يطالب الجثاث ويجيب لنا ياهم تاني نقعد ونسكت قضية المغيبين لم تغب يوما عن ذويهم الذين يرون تحول ملفهم إلى شعار يرفعه ساسة الانتهازيون عند الانتخابات أو فقرة في برامج الحكومات عند بداية عهدها قبل أن يعود إلى موته السريري بسبب هيمنة الميليشيات إيرانية الولاء على العراق وهي المتهم الأول بارتكاب جريمة خطفهم وإكمالها بتصفيتهم إن صحت أو إبقائهم في طي المجهول في ظلم مستدام منذ ثماني سنوات